تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركنة شيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذي أبن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وخلال لقاء جلالته بكبار الضباط أكد أيده الله اعتزازه الدائم بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها وأنهم موضع تقديرنا ومبعث فخر للبحرين وأهلها الكرام معربا جلالته وعن شكره لكل طواقم الطبية والإدارية العسكرية والمدنية على الجهود الإنسانية الحثيثة والمثمرة ووقوفهم بثبات وإقدام لمواجهة جائحة كورونا وإحراز النجاح الذي تكلل بحمد الله تعالى وبجهود وتكاتف الجميع مضيفا أنهم من خيرة أبناء وبنات البحرين الذين نعتز بهم في مثل هذه المواقف النبيلة كما هنأ جلالته رعاه الله المنتخب العسكري لألعاب القوى بقوة دفاع البحرين على ما حققه من إنجاز تاريخي في بطولة الماراثون العسكرية التي استضافتها جمهورية بيرو وأكد جلالته أن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى ما حققه أبناء البحرين من إنجازات مشرفة في جميع الميادين والمحافل مضيفا رعاه الله أن البحرين تتطلع دائما إلى أن يعمى الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع متمنيا لجميع منتسب قوة دفاع البحرين الشجعان دوام التوفيق والسداد ولوطننا الغالي العزيز استمرار الازدهار والرقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر